تخيلوا؟ دايماً أقول كده الرجالة بعد سن الأربعين محتاجين زوجته تعجب بيه أكتر من إنه هو صغير إزاي الكلام ده؟ عشان ما ي... لأن فيه طرف آخر وعشان كده الزوج ما ينفعش يسكت اللي بدافع إنه هو أول ما ييجي يتكلم عتحسن مشاكل وفيه أربع دوافع كده مشهورة قوي بتخلي الزوج يسكت لما يحصل إنه الزوجة تشتعي أول حاجة تفادي المشاكل تاني حاجة ساعات بيسكت عشان بيعاند ويتجاهل وأقولك حاجة وساعات بيكايد وعلى فكرة ده من التواصل العنيف مش التواصل العنيف مش إنه يعلي صوته بس لا التواصل العنيف في التجاهل في بعض الأحيين فيسيبها هي تعلي صوتها وتبقى زي الفولة في المقلاة كده وهو يعمل إيه؟ يتجاهلها يتجاهل عشان إيه؟ عشان هو بيعقبها وساعات يبقى الصمت ده السبب الثالث الصمت بيكون صمت حيرة وهو مش عارف يعمل إيه؟ مش عارف لو يتكلم هيحصل مشكلة طب لو سكت هيحصل جفاء طب يعمل إيه؟ فبيهرب للسكات وده ممكن يبقى نابع من النشأة اللي عنده إن هو تعود إن هو يهرب وساعات على فكرة يسكت لإن هو في الحقيقة أول مرة يتعرض للموقف ده فمش عارف يعمل إيه؟ وهنا فيه خطورة إن فيه طرف الثالث قاعد مستني الطرف الثالث قاعد مستني سواء كان صياد أو صيادة الطرف الثالث ممكن في اللحظة دي لما الزوج يسكت الطرف الثالث يدخل ويظهر إن هو قادر على الاحتواء للطرف اللي بيهرب من البيت سواء كان اللي بيهرب من البيت ده الزوج أو الزوجة فالطرف الثالث يقدم له إن هو مستعد الاحتواء أو مستعد إن هو يعمله بطل في حالة الرجل وعشان كده إيه اللي حاصل؟ حضرت النبي دايماً بيعلمنا إن إحنا ما نكونش عاون للشيطان وعاون إن أنفسنا وعاون للنفس الأمارة بالسوق على شريك حياتنا يعني أسأل على سبيل المثال حضرت النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ولكم ترفعها إلى في زوجتك صدقة ليه؟ عشان تحس إن هي موجودة في حياتك متشافة حضرت النبي صلى الله عليه وسلم دايماً يتكلم كلام فيه إطراء على السيدة عائشة عشان تحس إن هي متشافة ده ساعات السيدة عائشة كانت تحب تتأكد إن هي متشافة تقول له محال العقدة يا رسول الله ويعني محال حبي في قلبك يقول له كما هي وحضرت النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كمان إن المرأة حتى أنا بحمل مسألة إن المرأة تطوع زوجها هي بتحسسه دايماً إن هو بطالها جزء من معنى إن هي تطيعه إن هي بتحسسه إن هو بطل والدليل على ذلك إن هي قادرة تعتمد عليه وتسق فيه لإن الشذوق بيبقى مؤلم عليه جداً 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 إن الزوجها تحس بإن إيه إن هو لا يعتمد عليه وبالنسبة للطرف المشتعل ده وهي الزوجها لو قبلت احتواء بديل ممكن إيه اللي حاصل ما تجيليش وراءها بس يحصل إيه بقى ما عندها قيم وعندها إخلاق بإنت بتربية ما عندها قيم وعندها إخلاق بس إيه اللي يحصل؟ يزيد بقى عصبيتها وعندها وتبتدي رغبتها إن الزوجها يحس بيها تتحول لأشياء ممكن تكون مبلغ فيها حتى ممكن توصل لطلب الطراء ترجمة نانسي قنقر